اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك النهاردة هنتكلم عن الشكارة الى 20 كيلو بتاع شركة لبرينو نيوترشن الشكارة دي 20 كيلو وي بروتين ايزوليت نسبة البروتين فيها ما بتقلش عن 90% بعض العينات اللي اتخذت من باتشات تانية وصلت لغاية 94% نسبة البروتين بس احنا لسهولة الحسابات هنقول انهم 90% بروتين يعني لو حضرتك خدت 45 جرام كمعيار او كجرعة 40 جرام منهم هيكونوا بروتين من الاربعين جرام دولت هيكونوا 4.7 اليوسين تقريبا 3 جرام ايزوليوسين اتنين ونص جرام فالين وده معناه ان البي سي اي ايز عاملين تقريبا 10 جرام زائت 8 جرام جلوتامين ومشتقاته وجرام واحد ارجينين طبعا انا لو جيت وقفتت النهاردة قلتلكوا الفرق بينها وبين الاد زاد ام بي وي بروتين ايزوليت 500 ميلي جرام في الجلوتامين او 200 ميلي جرام في اليوسين وكلام ده حبقى انا بفتي وان انا حسيت باي فرق بس انا عايز اركز النهاردة على الارقام المهمة اهم حاجة انها مفيش فيها دهون مفيش فيها لاكتوز والكاربوهايدريتس تكاد تكون معدومة الحاجة التانية ودي هتلاقوها في الورقة المحطوطة او الصورة المرفقة في اخر الفيديو ان المنتج ده حلال حلال يعني مفيش فيه اي مشتق من مشتقات الخنزير ومفيش الكحور اللي مدخلش فيه في المراحل بتاعت التصنيع بتاعته او اتضاف له اي نوع من الانواع الحاجات المحرمة من قبل الديانات السماوية طيب التخزين بتاعته او تاريخ الصلاحية 730 يوم يعني سنتين بالتمام والكمال طيب ده معناه ايه دكتور ده معناه ان حضرتك لو اشتريتش كارة وخزنتها في درجة حرارة ما تزيدش عن 27 درجة مئوية ونسبة رطوبة ما تزيدش عن 75% وبعيدة عن اي حاجة لها رائحة نفازة فده هيفضل يخليها محتفظة بكل الحاجات بتاعتها لمدة سنتين الحاجة كمان المميزة او الحاجة كمان اللي انا عايز افكركم بيها ان انت اللازم لما تيجي تشتري الشكارة دي تشتري الشكارة على بعضها وتشتري العشرين كيلو على بعضها ما تروحش تشتري الشكارة دي جزء منها خمسة كيلو او اتنين كيلو او كيلو علشان انت لو جبتها فارت او بالجرعات الصغيرة دي نسبة ان انت تاخد مطرح الوي بروتين ايزوليت ملك بروتين اللي هو قلنا عليه اللي بنعمل بيها فورمة الكيمو كونو دي فرصة عالية قوي انت تجيب شكارة واحدة تقسمها بينك وبين اصحابك تشتروها وتقسموها مع بعض ده الحاجة الوحيدة اللي مضمونة والشخص او الوكيل اللي هو الموزع اللي بيوزع اللي بيوزع اللي برينو نيوتريشن هنحط لكم الرقم بتاعه تحت الفيديو في اول كومنت النهاردة ده كان التعارف على الشكارة اللي برينو العشرين كيلو جرام الوي بروتين ايزوليت هنبتدي من النهاردة الاستعمال والمدة شهر بإذن الله وبعد شهر هقول لكم المنتج ده عمل ازاي انا مردتش ان انا اطلع باخد استعمد من المنتج ده لمدة يومين تلاتة او حتى اسبوع واقول لكم هو عمل ازاي ومحدش هاريت يسألني برضو عن الفروق بينه وبين الوي بروتين ايزوليت بتاع انزات ام بي عشان الفروق في الاحماض الامانية هتبقى ولايلة جدا فحكون انا بافتي لو قلت ان المنتج ده احسن او حسيت بالمنتج ده هتكلم مثلا عن الهضم هتكلم لو عمل اي مشكلة في الهضم زي الغازات زي كان عملي قلب لي معدتي او لا لا وحدي لكم بعض النصايح ازاي تقدروا تتغلبوا على الطعم النيوترل نيوترل يعني مالوش طعم اتمنى ان تكون الحلقة دي من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك عجبتكو ونلتقي قريبا في حلقة جديدة ومستاني اسئلتكو في السكشن بتاع الكومنتز وعلى الفيسبوك بيج بتاعتنا ايجيبشن فيتنس بيج اشوفكو على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة